النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالناس في يوم عيد تم خص النساء بخطبة فقال عليه الصلاة والسلام تصدقنا معشر النساء فإني رأيت كنا أكثر أهل النار فقلنا ولما يا رسول الله قال إن كنا تكفرنا العشير يعني الزوج وتكثرنا اللعن فبين عليه الصلاة والسلام سبب كثرة دخولهن النار نص الله العافية وهو كفران العشير بمعنى نكران فضله عليها وكذلك التنكر لإحسانه إليها وقيامه عليها بالمهر والنفقة والحرص على حمايتها وحماية أولادها وفي الحديث الآخر وهو مفسر لهذا الحديث قال يحسن إليها زوجها الدهر كله فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قطو يعني تلكرة ما رأيت منك أي خير وهذا لا شك أنه من نكران الجميع ومقابلة الإحسان بالإساءة والنكران فلا يجوز وهذا يدلك على عظم حق الزوجة ووجوب الإحسان إليه ومعرفة فضله عليها وإفضاله عليها أيضا كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقون من أموالهم فجعل الله سبحانه وتعالى القوام على البيت على الزوجة والأولاد للرجال للزوجة لأمرين الأمر الأول لفضله جنس الرجال أفضل من جنس النساء وليس الذكروا كالأنثى كما قال الله عز وجل والأمر الثاني لإفضاله عليها بالمهر وبالنفقة وأداء كل ما تحتاج إليه من طعام وكساء ومسكن ودواء وغير ذلك ما تحتاج إليه فيجب من تشكر فضله وتعترف بحقه ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما جاءته المرأة وقالت يا رسول الله غلبنا الرجال يجاهدون ولا نجاهد ويحجون ولا نحج ويتصدقون ولا نتصدق فما لنا فقال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من ورائك من النساء أن طاعة المرأة لزوجها وحسن تبعولها له يعدل ذلك كله يعدل أجر الجهاد وأجر الحج وأجر الصدقة سبحان الله ولذلك يقول العلماء إن حق الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة مقدم على حق والديها على عظم حق الوالدين تخيل وانتعرف كل ما مرد في هذا من الآيات والأحاديث في وجوب البر بالوالدين والإحسان إليهما إذا تزوجت المرأة أصبح حق زوجها آكد من حق والديها عليها ولهذا لو تعارضت طاعة زوجها مع طاعة والديها فتقدم طاعة الزوج ما دام يأمرها بشيء مباح بالمعروف كما قال الله عز وجل وليعصينك في معروف لكن إن كان يأمرها بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخائر لأجل عظم حق عليها ولهذا يقول العلماء إن طاعة الزوج وجبت بالعقد بعقد النكاح بخلاف طاعة الوالدين والإحسان إليهما فهي إنما وجدت من باب البر والإحسان وما وجب بالعقد كان آكد مما وجب من باب الصلاة والبر والإحسان بالتأكد مخلوقين للمعروف